أهلا بكم مرة أخرى وإلى فقرة زيف عشوائي والأخبار غير الدقيقة والشائعات التي لا نعتقد أنها مدفوعة سياسيا ونفتتحها مع الأعلام البريطاني والصحافة الصفراء في إنجلترا التي لا ترحم نجمة نادي ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح صلاح الذي قاد نديه الإنجليزي للفوز بدور الأبطال ووصفة الدور الإنجليزي ظهر في رسم كاريكاتوري بصفة نادي ليقدم كأس الأمم الأفريقية لأربعة لاعبين بقوا مع منتخباتهم في البطولة بعد رحيله عنها مبكرة صورة أساءت للنجم المصري ونشرتها صحف البريطانية بعد تأهل منتخبات السينيغال وننجيريا وتونس والجزائر لنصف نهاية بطولة القارة الأفريقية التي تستضيفها مصر مواقع التواصل الاجتماعي تلقفت الصورة ونشرتها تحت عنوان صحف إنجلترا تنشر هذه الصورة منذ قليل بعنوان الجرسون سور البعض الشك في الصورة لكن حسابات لمصادر رصينة نشرت نفس الصورة ومن تلك الحسابات حساب نايل سبورت القناة الرياضية الحكومية وتأكد الكثيرون من أن الخبر صحيح بعد أن نشرت حسابات للاعبي كرة قدم سابقين في مصر مثل صفحة مهاجم المنتخب المصري السابق عماد متعب وعيدت مشاركة المنشور 2500 مرة من صفحة متعب فقط لكن وهي لكن كبيرة هذه المرة أولا حسابات النجوم التي نشرت الخبر هي حسابات مزيفة حساب نايل سبورت لا علاقة له بقناة النيلة الرياضية الحكومية المصرية وثالثا الصحف البريطانية لم تنشر هذه الصورة ولم تشر إليها من قريب أو من بعيد ثالثا وأخيرا الصورة من تصميم صفحة ساخرة على موقع فيسبوك لمصمم جرافيكس اسمه سيف ياسر وبالمناسبة نهنئه بانتشار الصورة